تغيب المساءلة وتتعدد الانتهاكات وتفشل كل تدابير منع استهداف المدنيين والمنشآت وتبقى الهجمات المخالفة للقانون الإنساني الدولي واقعاً روتينياً في معظم محافظات البلاد قتال مستمر وضحايا كثر وإصابات لا حصر لها وتدمير شبه كامل للبنية التحتية والمنشآت الطبية إما بفعل القصف الدائم الذي تشنه ميليشيا الحوثي أو الغارات الجوية لمقاتلات التحالف منظمة أطباء بلا حدود وفي بيان لها قالت إن أطراف النزاع في اليمن فشلت في اتخاذ تدابير لازمة لضمان منع الهجوم على المنشآت الطبية وفقاً للقانون الإنساني الدولي هذا البيان يأتي بعد فشل نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن في توفير مساءلة حقيقية فيما يخص ضحايا قصف التحالف على مستشفى شهارة في صعدة الفريق وبعد مرور ثلاث سنوات على قصف المستشفى أرجع السبب إلى عطل فني أدى لانحراف القذيفة فيما اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن هذه النتائج تعد تهرباً من المسؤولية وإلقاءاً للوم إما على ضحايا الهجوم أو على الأعطال الفنية هجمات عديدة إذن تنفذها طائرات التحالف يذهب ضحيتها المدنيون وبقاء في دائرة مستمرة من انتهاك القوانين الإنسانية وغياب المساءلة الحقيقية وتضيع حقوق الضحايا